اليوم وزارة الاتصالات أنهت توقيع عقد إمرار الاتصالات الدولية عبر العراق وذلك بأسلوب العبور المؤقت أو ما يسمى بالترانزيت اليوم الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات وقعت العقد مع الشركة الكويتية وهي شركة زاجل الكويتية لتمرير سعات الانترنيت من خلال العراق وبطبيعة الحال هذا المشروع يربط دول آسيا والخليج العربي بأوروبا مرورا بالعراق وأيضا عن طريق تركيا بطبيعة الحال هذا أول مشروع ترانزيت يوقع في عهد وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري وهو يعني يعتبر فإنجاز كبير لمعالي الوزيرة على الاعتبار هناك جهود أيام وساعات متواصلة للعمل على هذه المشاريع ورؤية الوزارة باستثمار موقع العراق الجغرافي بالتالي وزارة الاتصالات اليوم نجحت في أن تجلب وتستقطب الشركات العالمية لتمرر سعاتها من خلال العراق هذا المشروع هو الأول هذا لا يعني أن وزارة الاتصالات لم توقع عقود سابقة لمشاريع الترانزيت لكن للأسف في الفترات السابقة والإدارات السابقة لم تفعل على اعتبار فنيا لم تكن جاهزة والعروض السعرية والسياسة السعرية لم تكن مشجعة والبيئة لم تكن مشجعة لاستقطاب الشركات العالمية اليوم الوزارة الحمد لله أنهت هذه المواضيع السياسة الفنية والسياسة السعرية بالتالي اليوم الأنظار موجهة للعراق على أن تدخل في سوق الاتصالات العالمية وتمرر سعاتها من خلال العراق طيب هل هناك دول أخرى تعتقدون أنكم ستوقعون معها لإمرار الكوابل الدولية؟ نعم ضمن سلسلة إجراءات الوزارة ورؤية وزارة الاتصالات ضمن البرنامج الحكومي اليوم إجراءات إدارية متكاملة مع شركات عالمية اليوم مع شركة STC السعودية هناك مشروع للترانزيت قريبا سيوقع إن شاء الله تم الاتفاق على مجمل الإجراءات ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي وبالتالي سيكون هذا الكابل هو كابل بحري سيكون في الفاو ويمر عبر الأراضي العراقية ومن خلاله يتم عبور السعات إلى دول الخليج العربي وأيضا يربط ما بين ليس فقط آسيا حتى دول أفريقيا ستمرر سعاتها وحركة الاتصالات الدولية ستمر من خلال آسيا عبر الأراضي العراقية وتركيا وتربط دول أوروبا أيضا أود الإشارة أيضا ليس فقط السعودية جلسنا قبل أيام مع شركة الاتصالات الإماراتية وتم الاتفاق معها على خطوات متقدمة أيضا لتوقيع عقد وإمرار السعات وأيضا مع شركة عمان تيل هذه الشركة العمانية أيضا لتمرير سعات الأنترنيات طيب الفائد الاقتصادية هل هناك فائد اقتصادية لهذا المشروع؟ بالتأكيد اليوم مثل ما ذكرت رؤية الوزارة ووزيرة الاتصالة الدكتورة هيام الياسري وأيضا بدعم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني بجعل العراق ممرا إقليميا لتمرير سعات الأنترنيات على اعتبار أن الممر الوحيد لسعات الأنترنيات في العالم هو يكون من خلال قناة السويس عبر البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس لكن اليوم العراق الحمد لله وبجهود وزيرة الاتصالات لا سيمضي الموضوع إلى أن تكون هناك منافسة قوية مع قناة السويس وشاهدنا كثير من الشركات العالمية ترغب بامرار سعاتها عبر العراق مثل شركة جوجل وأمازون وغيرها من الشركات العالمية طيب هل هناك مشاريع أخرى جديدة لوزارة الاتصالات محلية أو دولية؟ يعني اليوم مثل ما ذكرت هذه المشاريع يعني مشاريع الترانزيت لم تتم إلا بعد سلسلة من الإجراءات الفنية سكملت من وزارة الاتصالات مثلا يعني أنه وزارة الاتصالات ما تقدر تمرر سعاتها للأنترنيات إذا ما تكون البنى التحتية للوزارة جاهزة هذه البنى تمت من خلال الإجراءات فنية بتوقيع عقود توسعة لشبكات الكابل الضوئي مع شركة نوكيا وشركة سينا وأيضا شركات عالمية أخرى اشتركوا في القناة